السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي من إكسو كوين كاش طبعاً أنتوا عارفين إكسو كوين كاش أو البعض مش عارف إكسو كوين كاش إكسو كوين كاش هو موقع لتحويل تحويل العملات الرقمية أو تحويل من العملات المحلية مثل الدينار والدرهم والجنيه المصري شركة إكسو كوين كاش هي شركة إيطالية مسجلة في إنجلترا بفريها إيطالي وكمان من مصر ومن المغرب والجزارة جميل النهاردة هنعمل سلسلة كاملة مكملة لشرح الموقع لجميع النقاط المهمة اللي كل الناس عايزها وعايزها تعرفها لأن طبعاً إحنا قابلنا مشاكل وأسئلة كتير من العضاء عن كيفية بعض الأشياء المهمة أو كيفية اللدع والسحب والبطاة والمحافظ ولم تظهر للمحفظة وإزاي نعمل الكلام ده فالنهاردة هنعمل سلسلة كاملة رح تلقوها في قناتنا اللي اعتباعة لطبعاً لإكسو كوين كاش كوينات برو وكمان داخل الموقع إن شاء الله فتعالوا معي هنشوف كل حاجة إن شاء الله مع بعض يا رب يعجبكو الفيديو طيب يا شباب قبل ما نبدأ أي حاجة أو أي شرح زي ما نشايفين ده الجروب الخاص بإكسو كوين كاش اللي تديه تمام؟ علشان موجود جروبات تانية طبعاً ما نعرفهاش جروبات ليه التحويلات وسمعنا إن فيه جروبات تحويلات على الفيسبوك يعني جروبين أو ثلاثة بيقولوا لهم تابعين لنا أو بيشتغلوا معنا وفي الحقيقة هم مش تابعين لنا هما ووسطاء ما نعرفش إسكانوا نصابين ولا لأ ولكن نتمنى لكم اللي انتو في الأول وفي الآخر يوصل أموالكم بسلامة تمام؟ فندعوكم أبلغي شيء الاشتراك في الجروب بتاعنا اللي هو إكسو كوين كاش اللي تديه لأنه طبعاً هو مهم جداً لأنت تكون معنا خطوة بخطوة زي ما نشايفين إحنا بنعرض كل يعني من فترة في فترة للمصدقية بتاعتنا وأخبارنا إيه وكم أخبار يعني كم التحويلات اللي احنا عملناها وهكذا وهكذا فندعوكم يعني فضلاً وليس أمراً تعمل لايك أو تعمل شير لتفيد العرب كله أو تفيد كل الأخوة بشيء جميل اللي احنا بنعرضه للناس كلها وهي يعني تحويل الأموال بطريقة سهلة جداً نبدأ شرحينا زي ما انتو عارفين موقعنا إكسو كوين كاش بشكله جديد طبعاً المحترف احنا يعني عملنا كل يعني ما أكثر فوسعينا اللي احنا نوصل لأفضل شيء زي ما نشايفين هنا ولكم تيكسو كوين كاش هو باي ويسيل ويكشينج احنا بنشتري ونبيع ونتداول كمان تمام هنا بنشرح لكم كل حاجة طبعاً زي ما انتو شايفين الشركة مسجلة في إنجلترا ويرقم الشركة بتاعتنا الحقيقة واتلاقوا جوا الموقع كمان شهادة التسجيل وإن شاء الله رح تكون مفاجأة لكم في الصيف أو في يعني آخر أكتوبر شيء جميل ما حدش يقدر يوصله هنا طبعاً الأزواق كلها اللي انت تقدر تحولها وهنتكلم عن كل شيء أمام حضراتكم هنا يعني زي ما نشايفين أنا لسه شايفوا حالاً دلوقتي مثلاً فودافون مع بيتكوين ألف جنيه مصري تمام أو هنا مثلاً زي ما نشايفين لايتكوين مع فودافون أو مثلاً هنروح تحت هنا لأنه لا يوجد الجزائر حالياً ولكن طبعاً عشان بيعدي كل فترة وفترة ولكن عشان نعرف نفهم الموقع إحنا ما علينا اللي إحنا نستخدم المكان ده أوكي وفي الأسفل برضو تقدر تستخدم الهوم بايتج أبوت أس والريفلر والنيوز والترميل والكونديشن والبراكسي عايز التواصل مع السابورت كل ما عليك اللي انت بتعمل لوجين خلال المسنجر خاص بالفيسبوك بتاعك وبتكون بالتواصل مع واحد من أعضاء الفريق أو الدعم وبالتالي بتتواصل معك في حالة وجود أي مشكلة تمام طريقة التسجيل وهي أول نوطة طريقة سهلة جداً كل ما عليك انت بتسجل الاسمه يعني الأسئلة أو الحاجات العادية جداً اللي انتوا عارفينها بطريقة سهلة لإسم العائلة الإيميل الباسورد الباسورد الثاني رقم الهاتف مهم جداً للوصول معاك في حالة وجود أي مشكل وهنا بتكتب الكود اللي هو السيكورتي كود وبتعمل IMAGRY وبالتالي بتعمل SIGN UP مش متذكر حقيقي إيه بيجي لك ال CONFIRM ولا لا على الإيميل بس ألماً بيجي بعد كده بتعمل LOGIN زي ما نشايفين أوكي هعمل LOGIN بالتست بتاعي وهذا داخل الموقع بدون أي مشاكل خالص شكل يبقى دخلك يعني أول ما تخش على الموقع بهذا الشكل تمام هنطر يعني هنفهم حاجة مهمة جداً وهي Review Review مهمة جداً لموقعنا اللي انت بتقبلها في تستموني ولكن قبل ما نتكلم عن Review لازم يكون في هدف عشان تعمل Review تمام تمام إنها دلوقتي بيسألون الناس كتير إحنا عايزين نحول من Vodafone كاش لبيتكوين أو لأي عملة تانية طريقة التعقيل بهذا الشكل تخش على Vodafone طبعاً هنقول إن انت بتحول من Vodafone لأي عملة تانية في الحال دي هنعمل تست زي بيتكوين نعمل Exchange طيب أنا عشان أعمل إيه بخش على الايكون دوت بعد ما بألاقي الاكاونت بتاعي والسابورت وير ريت بخش على الايكون ده التاني عشان بردو ناس يفهمني بهذا الشكل كده رجعك للصفحة الرئيسية بتخش انت خلاص انت مسجل لأنت لو ملاحظين بتلاقي الاكاونت ما بتلاقيه ساين اوب أو لوجين كي وبتختار Vodafone أمام الزوج التاني اللي احنا نقوله في الحالة دي بتاعتنا بيتكوين وبنعمل exchange هنا بنلاقي الاكشنج بتاعنا من المبلغ اللي هو ماكسمم مبلغ والمينموم وهكذا تمام بهذا الشكل وهنا الانفورميشن او المعلومات بتاعتنا هنقول هنا قال لحاجة زي ما شافين ميت جنيه طبعا هنقول هنعمل ميت جنيه هنقول لك هنديك بالبيتكوين 0.001 تمام بتعمل next بهذه الطريقة كل ما عليك انت بتكتب الاسم بتاعك الاميل بتاعك مثلا هنا هنا الاسم طبعا هنعملاء دلوقتي وهنا الاميل وهنا الفون وهنا البيتكوين ادرس جيدا شباب هنا البيتكوين ادرس مهمة جدا زي ما نشايفين هنا بيقول لك اللي انت بيقول exchange always save تمام هنا طبعا كل حاجة save ولكن شايفين هنا بيقول لك الاي بي بتاعك هنا موجود عندنا بدون اي مشاكل خالص جميل جميل بيقول لك اللي احنا هنفضل مستنياك لحد 1400 يعني 144000 دقيقية يعني عندك الوقت كله اللي انت تكون بالايداع بدون اي مشاكل خالص و هوريك ازاي انا قمت بالايداع بهذه الطريقة هنكتب ايميل مثلا هنكتب رقم التليفون هنكتب محفظة بيتكوين بهذا الشكل وبتعمل next step كده احنا خلاص طبعا قال لك please enter valid لان طبعا انا لو انت عايز تعمل هاك او spammer لان عندنا ناس كتير جدا بتقابلنا بهذه المشاكل اللي هم النصابين بمعنى صح هيقول لك ان الرقم خاطئ جميل فلازم تكتب محفظة رقم محفظة حقيقية في الحالة دي هنكتب محفظة حقيقية اوكي بهذا الشكل ونعمل next طبعا ما تنساش i agree with terminal condition بيحولك على المنطقة ديت اوكي ديت اسمعها step رقم 3 او الخطوة رقم 3 زي ما نشايفين هنا اتبع الخطوات خطوة واحد خطوة اثنين وخطوة ثلاثة الموضوع سهلي جدا جيد هنا الaccount receive details يعني انت في هذا الشكل الaccount اللي انت راح تستلم عليه المبلغ عندما تكون باليدعم جيد يا شباب لازم تفهموا النقطة دي هنا عشان نكون واضحين تاني معلش عشان بس ايه يعني انا بتسألوني كتير على هذه النقطة دوت حسابك انت جيد انما هنا our vodafone cash account please make payment on account invest اوكي details بلاب بلاب انت هتكتب هنا او هتروح لvodafone الهاتف بتاعك وتكون بالايداع جيد لحد كده اوكي ما خلصتش كده عشان بس الناس بتسرع هنا معلوماتك اللي انت كم هتستلم وكم هتدفع والexchange number هنا الexchange number هنا الرقم اللي انت هترسله هنا المبلغ بالبيتكوين اللي انت هتستلمه هنا السعر البيتكوين في الوقت الحالي وهنا اليوم والساعة وكل شيء تمام؟ هنا اللي احنا منتظرينه المبلغ اللي هيكون بدفعه 100 جنيه مصر جيد؟ ننزل تحت هنا بهذه الطريقة هنلاقي منططين مهمين جداً واحد اثنين وهنا هاف ثانية واحدة علشان تفهموا النقطة بتاعتي هنا في المنطقة ديت يا شباب لازم يعني يفضل في حالة فودافون كاش بالاخص رفع صورة او سكرين شوت من الدفع للتلفونك او من الهاتف بتاعك لان مهمة جداً اللي بيتم مراجعتها لان الفريق مش موجود في مصر فريق متواجد في المغرب في الجزائر في ايطاليا وكمان بعضهم او في شخص عايش في انجلترا فبالتالي احنا بنتابع التحويل الاخ اللي موجود طبعاً او القائد الفريق الموجود بيتابع التحويل من خلال الصورة وبيراجع مع الساببورت اللي هو مسؤول في مصر وبالتالي موضوع بياخد ادي ايه الموضوع بياخد ادي ايه زي ما احنا بندي لك ساعة هنا اللي انت ترسل المال جيد ساعة هنا اللي انت بترسل المال انما في الصفحة في الصورة اللي احنا شفناها قبل كده اللي هو الرقم الطويل ده احنا انت حوقفت سعر العملة ليك يعني لمدة معينة بمعنى صح انت ممكن تشتري العملة ديت في الوقت ده اوكي اللي هو الف ربعمية مية اربعة واربعين الف جيد زي ما انت قدامك ساعة عشان تدفع احنا قدامنا ساعة عشان ندفع جيد لاني بيتم عمل مراجعة دقيقة فالناس بتيجي يعني اعضاء وطبعا حقهم يجلنا على السابورت ويسأله طب الفلوس هتوصل امتى اول ما بيدفعه الكرام اوكي الشات موجود لحل المشكلة طبعا بدون اي مشاكل واحنا بنعمل يعني بنحل كل المشاكل غير كده احنا موجودين او متواجدين في التليجرام ولكن كل ما عليك اللي انت بترفع صورة او سكرين شوت هنا هوت وهنا بتكتب لنا النوت او يعني الملحوزات اللي انت حابب تقولها للموقع تمام لحد كده مثلا هتقول مثلا هنا بيمينت مثلا نمبر واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة مثلا سبعة او تمانية سبعة ترفع اي صورة طبعا من عندك الصورة اللي عندك على الهاتف ويعني مش محتاجة برمجة ولا اي حاجة انت بتاخدها وكلنا عارفين ازا بنرفع صورة وبنتجا نعمل confirm كده احنا انتهينا من كل شيء ناقص خطوة معينة وهي وضع الفيدباك بتاعك لان الفيدباك بتاعك مهم جدا يبقى هنبدأ زي نشوف دلوقتي نضع الفيدباك احنا هنا كنا عميين 48 ساعة لان هيبقى فيه تحويل بنكي بالعمو بالجنيه المصري بس ساعتها يتم التحويلات ونتكلم فيها في المستقبل ان شاء الله هنا ليف يور فيدباك ومهم جدا رأيك لان يا شباب لو موقع ما بيدفعش او لو احنا ما بندفعش لازم تقول الناس ما بيدفعوش لو بيدفع لازم تقول الناس رأيك ودي مشكلة كبيرة جدا بنعبلها لما الموقع بيكون صادق مفيش حد بيسيب الفيدباك انما الموقع بيكون فاشل او نصاب كل بيسيب الفيدباك ولكن انت لازم تفيد اللي بعديك زي ما انت استفد من شخص قبليك وهو دعاك للموقع لذلك بنخش نختار هنا بور يعني سيء فير يعني good يعني كويس very good يعني كويس شوية excellent يعني كويس جدا جدا ودي حورية اختيارك تمام مثلا اكسلنت هتكتب اسمك هنا تمام عشان بس نكون واضحين your name title of your review يعني بالعربي الجملة الرئاسية او الكلمة الرئاسية ليه وجهة نظرك انت وبعد كده ممكن تكيب سيب كمان الفيدباك كن هو يعني انت حندك واحد يعني لقد تم تم تدفع بسرعة مثلا انا وهنا تكتب اشكركم مثلا مثلا او غير اشكركم او ما وصليش اي مال او وصلي اي مال شكرا على الدعم وادد فيد بعد تمام طيب لو احنا رجعنا خطوة اللي فاتت وانت عايز تكنسل العملية زي ما نشايفين هنا مايكشينج نخش على كونت مايكشينج زي ما نشايفين هنا الاكشينج بتاعي بهذا الشكل جيد بعمل ايه اهو ده كل التحويلات بتاعتي بخش على الشريط دوت بحركوا من هنا بلاقيها في البندنج هنا جيد بقيت تطمن عليها براحتك جدا 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 ماينفعش تكنسلها الا ازا كنت انت يعني في الخطوة التالتة وكان في خطوة عادية برضو تانية لو انت دخلت هنا على بيمينت هستوري حاليا مش متذكر انا بالزبط يعني ازاي تلغيها ولكن تلغيها جيد يبقى دي اول نقطة التحويل ما سبتش التعليق ومش حابب تسيب التعليق حاليا تسيبه في المستبل من اكاونت هنخش هنلاقي ان تحت كده هتنزل الصفحة بهذا الشكل هتلاقي ماي ريفيو تمام زي ما انت شايف بتعمل بوست ريفيو بوست فيدباك وهنا لو انت فتحت هنا بتلاقي جميع التحويلات اللي انت لم تكن بعمل فيدباك ليه يعني المعنى صح انت ممكن تعمله في الحال وجهة نظرك او فيما بعد والاكا حورية الاختيار تمام نفس الطريقة جميل او نيجي هنا بيمينت هستوري الدفع اللي قام به او انت استلمته او تم رفضه بهذا الشكل كونفيرم كونفيرم تم الغاءه من الفريق او من الموقع او في انتظار بهذا اللون الاصبي بيمينت هستوري نفس الطريقة معي ريفلر وهنا نقطة مهمة جدا وراح نتكلم عليها في الفيديو القادم كيد عشان احنا عندنا نقطة مهمة لابد منشرحها ولكن انت عشان تدعو شخص معين كل ما عليك اللي انت بتاخد رابط الحالة بتاعك وابتدعيه من خلال فيسبوك اي حاجة انت عايزة وراح تربح من كل التحويلات اللي هو بيكون بيها يبقى فيه سيستم حالات جميل جميل ماي ريفيو قلناها وزد راو ماني معتمدة على الحالات وراح نتكلم عليها في الفيديو الثاني ادت بروفايل هنا العنوان وكل شيء بحيث احنا نعرف نواصل معاك في حالة عدم وصول المال ساببورت هنا تقدر تتواصل معنا على ساببورت اكس كوين كاش او من خلال التليجرام زي ما انتم عارفين والتليجرام فايديته انه هو تقدر تستفاد من من اشخاص زيك زي يوم بيخشوا يقولوا انا عايزة غير كذا فالموقع بيفتح لهم خدمة معينة عشان يحولوا العملة او بيسألوا سؤال وبيتم الاجابة عليه لان في اشخاص ما بتحبش تخش على الفيس بوك عشان مش عايزة تعرفنا هي مين فاحنا من تحلهم اللي هم بيخشوا على التليجرام بدون اي مشاكل ولكن بنقابل سبمر بنقابل ناس يعني مش كويسة فبالتالي بنرفض تسحبها بنرفض فلوسها وبنرجع لها فلوسها تاني عادي هنا الريت تعال نشرح الريت يعني الاسعار حاليا جالنا سؤال قالك الدوك كوين مش عارب مفيش فيها اصفار اهو كل شي مفهوم جدا بدون اي مشاكل انت بتقول لنا عايز كذا بيقول لك بكذا ويعني سعر البيتكوين سعر الفودافون سعر الادف كاش بالدولار كم دولار يعمل واحد بيتكوين كم واحد دولار يعمل كم جنيه مصري زي ما نشايفين بهذا الشكل كم دولار يعمل واحد بيتكوين كم دولار في الادف كاش يعمل بالبودافون كاش بالادف كاش بالبيير بالادف كاش بالبرفكت ماني يعني كل حاجة واضحة لك بطريقة سهلة جدا يا شباب وبرفشنال كمان عشان الناس تعجبها النظام يبقى احنا كده شرحنا اهم النقاط هنوقف الفيديو على كده ونبدأ الفيديو الشرح التاني في البردكت والاشياء الجديدة والشرح التالت في الحالات فارجو انتوا تتابعوا شرحتنا كاملة مكملة لفهم كل شيء اشكركم ونشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته